تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشي إنجليزية اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلبي سبورت الأكثر تنوعاً من حيث أشكال وأفكار المعدوى كالعادة دردشي إنجليزية منجيب لقطة من هون ولقطة من هون ولقطة من هون منحاول نحكي عن الأسبوع بشكل ما يكون نكرر فيه كلام صار في الأسبوع الماضي نبدأ مع توتنهم اللي تنازل عن الصدارة وخسر أول لقائله وأعتقد جميع اللي شاهدوا المباراة السابقة كانوا يعرفوا أنه هاي اللحظة جاي وفي هذه المباراة اللي خسرها تتنهم أمام كريستال بلس ما خلى أي منطق إنك تدافع عنه الفريق حركيته إقليلة خلقه للفرص قليل غياب هيونج بنسن منعه من فكرة الهدف اللي بيجيبه هيونج بنسن من ربع فرصة وبالتالي كان طبيعي عم بيخسر صمت دفاعياً لفترة طويلة لكن في النهاية ينهار وخسر اللقاء مستحيل بهذا الأداء نعم دفاعياً تحسن هجومياً اتراجع كثير مستحيل بهذا الأداء الهجومي تتوقع منه يجيب لقب ممكن الدفاع يفيدك تجيب لقات بس بالبرميرليج تحديداً للدفاع ما بقدر يخليك تعمل إنجازات لأنه بنعرف الهجوم مهم جداً وآخر الفرق اللي عم تتوج دائماً هي فرق هجومي فالمسألة الآن مش بس دوري تجيب لقب ولا لا المسألة دوري أبطال وتقاهر لدوري أبطال الأداء الحالي بعيد جداً على إننا ندخله مع التوب فور بس في مؤشر كويس زي ما حكيت هو الدفاعي في حين كان عنا حامل اللقب ماشيستر سيتي عم بحقق انتصار حاليستر سيتي وهذا الفوز مهم جداً ويعني خلين نحكي الماشيستي قدر يتخلص من المباراة صعبة ويكتسب توازنه بعد ما بدأ الموسم بخسارة أمام تتنهم اللي كنا نتكلم عنه بدي أحكي عن نقطة تتعلق بيكوارديولاهم ممكن بعض يعني إحنا بنبالغ كتير لما نتكلم عن مهاجم ورأس حربه وغياب رأس الحربة وبننسى تماماً إن فعلياً ما تغير شي على ماشيستر سيتي مقارنة من الموسم الماضي يعني باختصار سيرجو أكوارو ما كان موجود السنة الماضية كان مصاب دائماً مش موجود والسنة هاي الوضع زي ما هو بالعكس الفريق زاد إضافة اسمه جاك غريلش زي ما منعرف جميعنا لعب لما ينسجم ممكن يصير يسجل ويصير يصنع أهداف إذن ما تغير شيء اللي تغير فعلياً ونخلى الكلام كتير الآن فكرة فيران توريس إنه زي باردي ومهاجم أنا عندي تفسير كتير بسيط إلها وتفسير خلين سميه مش علمي أبداً اللي هو قائم إنه جوارديو أنا بحبي يترك بصمته بكل شيء وبنعرف عادته بتغيير الخطط في المباريات المهمة ولمساته الغريب ببعض الأحيان وهو بحبي يترك بصمه فربما الرجل اللي بحضر نفسه يعني يطلع بمالسيتي خلال سنتين حبي يترك هذه البصمه تحويل جناح لمهاجم ومهاجم يخدم لسنوات طويلة شاف فيه قدرة ممتازة أمام المرمى بقدر يسجل فقال ربما هو اللي بقدر أحاوله أنا بعتقد المسألة الآن بشغلة فيران توريس مقارنة في الموسم الماضي لما يكون عندك جيسوس لسه هي مسألة تحدي شخصي لأكوارديولا أكثر من إنها حاجة فنية لأنه السنة الماضية اللي عم نهائي دور الأبطال وجاب الدوري وكان أقوى فريق موجود تقريباً في أوروبا كلها رغم عدم وجود رأس حربة لأنه زي ما حكيت أكوارديولا ما كان عم يلعب ما تفهموني غلط أنا عم بتكلم هون إنه أكيد عنده أهداف رياضية من فكرة توريس لكن دائماً عنده هذه النزعة نزعة أنا بدي أعمل شيء اللي هو رجل ذكي جداً والأفكياء بمن له بسرعة من اللي بيجربوه وهذا طبيعي اللي بيخليه دائماً يحاول يغيره خلونا نرجع على كريستال بلس اللي هزمت تنهام باترك فييرا المدرب الفرنسي قائد أرسنال السابق الاسم اللي كثير ناس بتنظر له باحترام دائماً شفت شغف جميل شفت حماس جميل شفت حرية عند اللاعبين المبدعين واضحة من المدرب شفت فريق في منه أمل فريق ممكن يعطي الأداء هذا طبعاً جاب أحسن نتيجة لأنه قدر يسجل أهداف أدورد في بدايته عم بيسجل وكريستال بلس بعاني من غياب المهاجم بنتك يمشي عم بيعطي دائماً شيء مستقر مهاجم تقدر تعطيه الفرصة ويسجل لك هدف الفوضى والحركية اللي بيعملوه حول منطقة جزاء محتاجة مهاجم أدورد أرقامه ممتازة جداً مع سلتك بنتكلم عن اللاعب سجل 57 هدف في 94 مباراة ربما يكون هو الحل مع جارجر مع زاهة مع هاد الحركية الإبداع اللي بيصير حوله ربما يكون كل الناقص مهاجم عشان كريستال بلس يعيش موسم جيد كريستال بلس اللي بنذكر جميعنا أنه استثمر في السوق الصيفية بقلبين دفاع لأنه كان ثالث أسوأ قد دفاع السنة الماضية فكان تفكير منطقي من باتريك فيران يشتري مدافعين إيقويه وأندرسن دفع فيهم مبلغ كبير كريستال بلس بالنسبة لقدراته كنادي متوسط القدرات المالية فلو تحسن الدفاع وليق الفريق مهاجم أعتقد ممكن نتكلم كثير عن باتريك فير هذا الموسم خصوصاً بسبب شخصيته القيادية خبرته ومعرفته بعض التفاصيل الحساسة كيف يلعب لبريمير ليج بخصوص من يونيتد والانتصار الجميل على نيو كاسل طبعاً أنا عملت فيديو كامل عن رونالده بعد مباراته فبالتالي مش هنحكي كثير بس في نقطة واحدة ما حكيتها خلينا نحكي نقطة عن يونيتد معلش وضيف لكم نقطة عن رونالده هلا بالنسبة لليونيتد حكيته بعيد الفريق هذا بتشكيلته هذا هي قادرة تفوز بالدوري تماماً أي شيء بيحكي إنه يونيتد ما حينفس على الدوري مش منطقي هاي قصة إنه فيه ما فيش رقم ستة كل الأندي الموجوده بتنافس نقصها لعب نقصها مركز نقصها شيء ما فيش نادي كامل في كرة القدم هذا مثل أولى التشكيل القوي كل المطلوب إنه يستقر ذهنياً هذا الفريق ويظل مركز ويظل مؤمن إنه لازم يجيب اللقب مطالب باللقب مش مطالب بالتوب فور هذا اللي ناقص هذا الفريق وأعتقد رونالده هاي اعطيهم إياه أروحكي عن كريستيانو ثانياً أنا بتكلم مع الناس خصوصاً بيحبوا كريستيانو لحظ نقطة شاغلة مهمة جداً ربما يكون هو اللعب الوحيد اللي بيخليك تتحد معاه وجدانياً وعاطفياً وتشعر كأنك جزء منه في المعنى كيه وكأنك إنت اللي في الملعب وكأنك إنت اللي بتفرح وكأنك إنت اللي بتزعل وكأنك بتحزن عليه لأنك بتحس حالك إنت اللي خسران ما أعتقدش جاء لاعب قدر يغلق هذا التأثير المعنوي النفسي في كرة القدم على اللي بيحبوه يعني أعتقدش جاء لاعب لما يلعب بتحس إنت اللي قوي معك لما يقول آمن بالرمونتادة يعني آمن بالرمونتادة ما فيش مجال ما أعتقد جاء واحد بهذا التأثير على عقول الناس ممكن جاء أفضل منه لاعبين طبيعي وجدت نظر رياضية عند الكل لكن هل جاء شخص بهذا التأثير؟ لا أعتقد أبداً صراحة طبعاً أرسنال حقق أول انتصار إله أخيراً بعد طول انتظار وسجل أيضاً وأرتدت بيشتري وقت والوقت لا يعني شيء أبداً إذا ما كان في عمل كان ما في تطور ما في استقرار مش راح نحكي كثير عن أرسنال بعد مباراة واحدة الحكم دائماً بعد شوي نشوف وين حيروح هذا النادي أما أكثر فريق فأنا سعيد بانتصاره فهو ويلفر عامتون لما هزم واتفون الفريق اللي لما شفت مباراته مع يوناتده مع ليستر ومعتد تنهام حرام بيخسر فريق كان أفضل كان مسدد أكثر مستحوذ أكثر أخطر في كل شيء في شكل عام في المباراة لكن تفاصيل صغيرة وعدم تسجيل الأهدف كان دائماً عم بتسبب له بأنه يطلع خسران ولا العلم حسب الإحصائيات يعني المتقدمة زي الأهداف المتوقعة والأهداف المتوقعة عليه كان لازم ويلفر عامتون يدخل هذه الجولة معه سبع نقاب مش فريق داخل مش مسجل ولا هدف ومش فايز ولا فوز لكن اتوفق جاء الهدف الأول بهدف عكسي ثم حسم الأمور بالهدف الثاني لكن للعلم المدرب والفرهامتون المدرب لما تتكلم مع صحافين برتغاليين أو تشوف مواقع صحافة برتغالية بيمظرونه بنظرة احترام برونو لاجي حسب ترانسفير ماركت إحصائياته السنة الماضية فيها متوسط أهداف 2.5 هدف هذا معناه أنه بيخلق كمية فرص وبيخلق كمية خطورة على الخصوم كبيرة جداً ودائماً بيوصفوه بأنه المدرب اللي لم تلك الأدوات بيقدر يحقق لك فهذا المدرب لو قدر يجد الطريق للمرمى يسجل هالأهداف مع الفرص اللي شفناه خلقها بأول أربع مباريات أعتقد حيخلي والفرهامتون مشكلة لمعظم المنافسين وأكيد بنتمنى لقاليوت الشفاء أنا كثير بحزن وكثير بتألم لما أشوف لعب ممتاز عم بينصاب لما أشوف لعب صغير لسه بدي يتطور عم بيطلقى هاي الضربة اللي بتأخره سنة وبعدين برجعوا اللاعبين اللي كانوا عم بيخسروا مكانهم عشانه اللي خبرة أكثر يشدوا أكثر ويقووا نفسهم أكثر لعندما يرجعوا حتكون أموره أصاب حزين جداً لإلون أنه اللي قدموا من أداءه شخصية كان بوحين أنه فيه لعب كبير جاي لكن خلونا نروح عنجي من العربي محمد صلاح محمد صلاح اللي دخل قائمة الميت هدف في البرميرلين وأصبح من قائمة 30 لعب بس بتاريخ هذا الدول اللي مر على نجوم كثير في كورت القدم محمد صلاح أصبح خامس أسرع لعب بوصل هذا الرقم محمد صلاح اللي خلي نحكي انسوا كورت القدم لأنه لا نقاش أنه السوبرستار لا نقاش أنه من أهم لعبة كورت القدم ولا نقاش أنه ربما بأي لحظة ممكن نشوفه هم بفوز بالكرة الذهبية بقدراته بحسمه بشخصيته باعتماد واحد من أعرق الفرق في تاريخ إنجلترا عليه واللاعبين بيدوروا عليه في الملعب اللعب مستوى آخر مستوى آخر عن كل اللعبين العربي اللي عرفناهم يعني كنكون صارحين بحيث الحسم الاستقرار الاستمرارية الشخصية لا شيء آخر بس بعيدا عن كل ذلك أنتم متخيلين صلاح كم شاب صغير عم بيلهم بالعالم العربي مش بس إنه ولا بيطلع لعب كورت قدم لا أنا بقدر أكون أبتو داليفل بقدر أكون في المستوى العالمي مع الناس مش ضروري أكون لعب كورت قدم ممكن أكون سباح ممكن أكون مهندس ممكن أكون دكتور بس أنا لما أشوف صلاح بيقدر يعمل هذا الشيء بيقدر يوصل لهذا الليفل وبيقدر نخلي العالم كله يتطلع على صلاح لفوق بقدر تقول لنفسك أنا بقدر أوصل أيضا وحط لحالي اسم الأطفال الصغارة الجيل الصغير إذا طلع منهم لعب عربي وصل أكثر من صلاح لازم ما ننسى إنه صلاح هو اللي ألهمه صراحة أعتقد كل إنسان عربي طبيعي حيكون سعيد وفخور في اللي بيعملوا محمد صلاح أم نروح على تشيلسي النادي اللي جلب محمد صلاح أول مرة في برماليك طبعا أداءه مرة أخرى قوي واثق سأول واضح بده وقت ولحظة هدف لوكاكو أعتقد بتوضحينا ليش تم شراء لوكاكو إنت بتشتري اللعبين الكبار زي رونالدو هاركين لوكاكو صلاح الأسماء هادي مش بس عشان تخلق له الفرص ويسجلوا أهداف لا عشان بعض الأحيان أنت بتكون مش عارب تخلق الفرصة فهو بفكره برؤيته بتزديداته بخلق لك نصف الهدف وهذه هي المسافات أو يعني يسميها التفاصيل اللي بتفرق بين البطل وغيره في نهاية الموسم وأنا أعتقد بوابعة جدا هذي اللحظة هي اللي بتجسد ليش توخيل كان بده إياه وليش تشيلسي أصر واستمر وظل يستنى في لوكاكو مع أنه الموسم ماضي كانت أمور ماشي كويس ما تخيل جاب دور الأبطال بالدوري كان جيد لأنه بده المدرب لما يكون هو اللي عاجز يخلق الفرصة يخلق له ياه لوكاكو صراحة اللي برمير ليج لم تجدوا تطلع على كمية اللاعبين الموجودين تكونوا نادي في لاعب سوبرستار كل سوبرستار وراء أربع خمس لعيم ممتازين لا هذا دوري مش مسحة هذي السنة اللي بفوز بالبرمير ليج هاي السنة جبر وبصراحة ممكن هذي المرحمة اللي بينهم اتأثر عليهم بأوروبا بنتطلب منكم كالعادة تتركوا لايك على الفيديو وتشتركوا بقناة سيفيس بور على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة